السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبابي عاملين ايه؟ كل السلام طيبين نرد بقى ان شاء الله هنعمل الجلاش الصابع الملفوف ان شاء الله يجبكم بإذن الله نسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم والله وصلي وسلم على سيدنا محمد عليه واصحابه وسلم احنا هنا عندي لفة جلاش وانا عندي الحشو اللي انت عايزاه هتتعلي معلقتين شربات من اللي عندي اللي انا عملاه معلقتين شربات ممكن تحط معلقتين عسل احنا قلنا بنعمل كده عشان خاطر الحشو لجوه يتماسك وانا مسوك كده ما تيجي تأكد الحاجة ما يقعش منك عندي هنا لفة جلاش طبعا هنحوركي طريقتين ممكن تاخد لفة الجلاش تاخد الورقة كده وبعد كده ممكن تاخد ورقتين مع بعض وانا ممكن هنروح حاطين فيهم الحشو هتحط الحشو فين هتحط الحشو على الحرف وانروح حاطين كده بالتساوي وتزبطش كده وبعد كده هنروح لفين واخدين الرول كده مع بعض هنبوس تلاقي الطريقة دي سهلة معاك هنلفها كده مع بعض يتلف كده خلاص هنشوف بقى لفة طريقة تانية ان شاء الله تلفة اول ورقة اول ورقة التانية كده لفتين مع بعض هنشوف طريقة تانية كويسة ان احنا هنعملها ايه هنجيط طبعا معنا سمنة هي دي طريقة الاولانية سهلة عليك انك اتحطي الاول معلقة بجنبودر ونحط عليها السمنة ونقلب كده كويس قوي قلبنا كده هنروح بقى دي الطريقة التانية هنقولك عليها هنجيط بقى هندهنه كده الورقة الاولانية وحنروح تانينها ونلف اللفة التانية الورقة التانية من تحت معايا ونروح هعطيهم برضو الحشو كده ونروح لفنا مع بعضها لو انت بقى عندي كنافة بايتة ممكن انك انت الكنافة تبقى جميلة وروعة روعة في قلب الحشو تبقى روعة جدا بتدي طعم جميل قوي يعني ممكن الكنافة البيتة لو قاش عايزين نكونها او بدل ما تسخنية ممكن تجيب لفة الجلاش وتروح عاملها بيها ممكن برضو تجيب الكنافة وتروح برضو زي ما احنا عملناها قبل كده الفكرة دي وتروح عاملها حتى معلتين سمنة وعلى الشوابس مع التقريب تاخد بلك منها وبرضو تحطها في قلب الحشو دوت هنلف بقى كده زي ما انتم شايفين لو انت حابت تحطي مع الحشو حابت تحطي مع الحشو حابت ايه فبرضو بيخلي طعمه جامل جدا كل نحو قولنا هنحط الحشو لان احط فلس داني مكسرات هنجز الهند ولو عايز تحط الفة زي ما احنا قلنا تحطي كده طبعا احنا هنلف برضو اللفة اذا الورقة مقطعة اللي بتحت مش مشكلة هتلف برضو معنا بتبقى حلوة هنحط برضو الحشو كده باول حرف من الجلاشة من فوق ونروح لفنا وانتي بتلف كده حاول انك انتي تزبطي مع اللفة وتدوسي مع اللفة عشان يبقى الصباح متماسك هتمسك كده باللفة تدوسي على الصوابع كده على الجلاش عشان احنا زبطنا كده كله مع بعض اهو هنقطع بقى كده كله صوابع الصوابع اللي انت عايزات ده الى ما شاء الله اللفة الجلاش عامت خمسين قطعة بقت السمنة برضو بقت السمنة مع الباكماندور احنا حطناه هنحط كله على الجلاش زي ما احنا قلنا المرة اللفة الاولينية اللي انا عملتها في اول السبعة ما كانش فيها السمنة خالص ممكن تليف في كل كله مع بعضه تروح يرمي السمنة كلها مع بعضها في قلب الصق كله ونحنا دخلناها في الصاج والله الشابات زي ما نقطعه بنعمله مرة واحدة حاملة بقى المج كده وروح ساقياه عايزة تحطيه بعد كده في مصر بس انا مش هحطه في مصر حطيه كده بقى الرابعة والجمال لسه وبيتش بقى العسل في قلب الجلاش يا جماله يا جماله تفضلوا معنا وان شاء الله بإذن الله يعجبكم وان شاء الله نتقابل في أكل جديد مع أكلات تتانونة ومن تنسي ناشف اللايك والشير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة